ربما تسير عملية التشكيل ببطء، لكنها ميشي، كما تؤكد مصادر مطلعة على جو اللقاء السادس المعلن بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. فقد حمل ميقاتي إضاحات على بعض الملاحظات حول عدد من الحقائب كان انتهى إليها لقاء الخميس، فذلل بعضها وبقي بعض آخر قيد البحث. ما يعني عملياً أن التفاهم النهائي لم يشمل كل الحقائب بعد ليكون استكمال البحث حول السياديات الأسبوع المقبل بعد رأس السنة الهجرية. على مستوى الحقائب السيادية ترجح المصادر عينها أبقاء القديم على قدمه إلا في حال تغيير في توزيع الحقائب الأخرى الأساسية والخدمتية الذي سينعكس حكماً على توزيع السيادية. واللافت فيما نقلته المصادر المتابعة أن التفاهم ممكن للوصول إليه حول حقبتي الداخلية والعدل على أن تكون الأسماء التي ستطرح من أهل الاختصاص ومقبولة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في حال الاتفاق على توزيع الحقائب غير السيادية. لتختصر معلومات الأوتي في ما يحصل بالقول إن البحث إيجابي حول منهجية التشكيل التي من شأنها أن تسهل توزيع الحقائب على الطوائف وتذلل أي عقبات فإما مداورة أو لا مداورة. إذا أخذنا القرار بعدم مداورة حيث يكون عدد مداورة بأغلب الحقائب. هذا الأمر يقودنا عملياً إلى أن السياديات باقي على ما هي عليه. أي أن المال ستأول إلى شخصية من الطائفة الشعية علماً أن الملاحظات تشمل هذه الحقيبة وبعض الأسماء المطروحة لتوليها. لكن هذا الأمر يضحض على الأقل ما تم تسويقه عن طرح رئيس مجلس النواب مقايضة المال بالداخلية. وهو ما نفته مصادر بر أيضاً مشديدة على أن تأليف الحكومة مقتصر على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وأن كل ما يقال أو ينشر لا علاقة للرئيس بر به وهو لم يقدم بادرة جديدة بعد تكلف مقاتي. هذا بالإضافة إلى تأكيد مقاتي لعدم صحة الأمر. كلام اللي عم نسمعه كلام حقيقة ما احترام إلى الإعلام كلام صحفي ما في شيء له أساس بهذا الموضوع ما نحكى. بالموازات كان نفى التيار الوطني الحر جملة وتفصيلاً ما نقل عن رفض النائب جبران باسيل إسندة داخلية لزياد برود. وشديداً أيضاً على عدم وجود تدخل أو تعاطن أو تواصل له مع أي طرف في موضوع تشكيل الحكومة. وبالعودة إلى لقاء التشكيل السادس بين الرئيس عون ومقاتي نصف صاعة لم تنتهي حاسمة ليربط مقاتي التشكيل بالخواتيم. بصراحة أنا ما كنت حابة أحكي اليوم قبل ما فوت يعني. وبدال الصمت أبلغ من الكلام والأمور بخواتيمة بإذن الله. اللقاء السابع سيكون الأسبوع المقبل. يحدد على أساس الاتصالات التي ستجر بين الرئيس عون ومقاتي خلال اليومين المقبلين. يفترض أن تنتهي إلى صيغة مكتملة لتوزيع الحقائب تعرض الأسبوع القادم ليبدأ أسقاط الأسماء عليها إذا انتفت الملاحظات وفق ما تؤكد المصادر المتابعة للقاء.